اشتركوا في القناة لأنه فيها لاعب أساسي يعتمد عليه حظك خلال هذا العام وهو كوكب أرانوسيا اللي رح يوصل عندك بمنتصف العام هذا الكوكب رح يحرك الجوانب الشخصية بحياتك رح يحرك ويختبر كل علاقاتك الأساسية ممكن حتى يفاجأك بتغييرات ما كانت خطرت لك من قبل على بال ممكنين لك لأوساط جديدة قد تكون عبر سفر أو تكون عبر انتقال أو تغيير مكان أو تغيير حتى بالعمل فترة خلال هذا العام بتمنحك شركات سواء كانت شركات مهنية أو حتى عاطفية أو حتى عملية طبعا كوكب المشتري الموجود بالعقرب خلال هذا العام هو الكوكب الداعم لأيلك إضافة لكوكب زحل الموجود بالجديد يلي بيعطيك قدر من التعمق بأمورك وإعادة تقييمها من جديد سنة جيدة جمالا لأيلك ولكن ما بعرف في أي حد انت قادر انك تواكب التغييرات يلي ممكن تضغط عليك خلال هذا العام طبعا ما بنا نستعمل مولود الثور العناد هذا العام أبدا لأنه تغيير قادم بالنسبة لأيلك سواء شئت أم أبيت فلهيك حاول أنك تتمسك قدر الإمكان بمرونة حاول تكون أكثر تكيف أكثر تأقلم مع الظروف بطريقة أنك تضمن فيها مصالح لازم تكون بحوزة طبعا مولود الثور هذا العام للارتباط وممكن كتير أنه تأسس العائلة لو كنت خالي بإضافة أنه هذا العام بيختبر علاقتك الأساسية والرئيسية بالحياة العلاقات القدرية علاقتك مع الزوج لو كنت متزوج علاقتك مع الزوجة ممكن يكون في بعض الشدة تمر عليك أو تعاني من أزمة بس ما تخاف أكيد لأنه مولد الثور من أشخاص اللي ما بيحبوا كتير التغيير الأشخاص اللي عندهم ثبات وخاصة بأمورهم الحياة ترجمة نانسي قنقر